تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد نايب القائد الأعلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني البحريني ليكرة القدم المركز الأول في بطولة غرب آسيا ليكرة القدم بعد فوزه على المنتخب العراقي الشقيق في المباراة النهائية التي قيمت في جمهورية العراق فيما يلي نصها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظكم الله ورعاكم وليل عهد نايب القائد الأعلى النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني للمركز الأول في بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب العراقي إن الإنجازات التي حققتها الرياضة البحرينية ومن بينها إنجاز كرة القدم في غرب آسيا تعتبر ثمرة من ثمار رعاية واهتمام سموكم بالقطاع الرياضي في المملكة وحرص سموكم الدؤوب على توفير كل مستلزمات النجاح والتفوق للرياضيين من أجل تمثيل البحرين بأبهى صورة في المحافل القارية والعالمية ورفع علمها الغالي في مختلف المناسبات الرياضية لقد تمكن أبناء البحرين بفضل اهتمام سموكم من تحقيق هذا الإنجاز الرائد ونتطلع إلى يشكل هذا الإنجاز دافعا للمنتخب من أجل تحقيق الانتصارات التي تتوافق مع رؤية سموكم في القطاع الرياضي في المملكة أدام الله على سموكم وفور الصحة والعافية وطول العمر أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة